الواحد من يفقد سمعه أو عيونه أو صحته يفقد الأمل وليفقد الأمل يفقد كل ذني وبين هاي وهاي يمتد جسر من الإبداع يعيد للمواطن ثقته بنفسه وإحميه من تنمر العالم لشي ليفقد شي منه أو ينفقد شي منه سواء بسبب أو بدون سبب يتعرض للتنمر وهذا التنمر مثل الريح الهوجاء اللي تطفي شموع الأمل بالقلب هاي الصورة النمطية ممكن تغيرها أنامل طبيب هل يمكن أن تصلح الأنامل ما أفسده ودهره هل هناك إمكانيات طبية يمكن أن تنهي هاي الحالات اللي بعضها يدفع البعض أن يفكر بالانتحار اليوم معنا طبيب أن نعرف بترميم الوجع الإنساني قبل كل شي طبيب حافظ على نزاهته وشجاعته وإخلاصه المهمته هذا الطبيب اخترع عيون صناعية بأبعاد ثلاثية يغطى بيها الندوب النفسية اللي تتركها الحوادث بوجه العراقيين وبعض الأطباء يتخلون عن هواية من الابستيج العاج بدءا من الكشفية الغالية وانتهاءا بالعيادات الفارهة ويخصصون كل وقتهم وكل تفاصيلهم للناس هذو اللي يمنحون الناس الأمل بالحياة حديث الليلة من حديث بغداد أطباء يصنعون الأمل ويفتحون نوافذ الحلم في حديثي لهذه الليلة لكن أشوف هذا التقرير وأرجع لكم